أعرب الرئيس الألماني عن رفضه لتخفيض الأموال المخصصة للدعم العسكري الذي تقدمه ألمانيا إلى أوكرانيا وقال أشتاين ماير إن ألمانيا تقدم أكبر دعم عسكري في أوروبا إلى أوكرانيا حيث بلغ الدعم العسكري الذي تقدمه ألمانيا لأوكرانيا في هذا العام قرابة 7 مليارات و 500 مليون يورو بينما تخطط الحكومة الألمانية لتخصيص أربعة مليارات يورو لهذا الغرض في العام المقبل من جانبه قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كيرستار مرين دعم بلاده لأوكرانيا لا يزال راسخا وذلك ردا على تصريحات الرئيس الأوكراني فولاديمير زلينيسكيا شار فيها إلى أن دعم لندن بدأ يتراجع